اشتركوا في القناة الاداة اللي بستخدمها في قياس الكتلة. تمام برافو عليكم هو الميزان. تعالوا نفتكر مع بعض ان انا عندي تلات انواع من الموازين. ميزان معتاد وميزان حساس وميزان رقمي. السؤال التاني بيقول بيوجد اختناق في الترمومتر نقط. يا طرى الاختناق ده في الترمومتر ايه? برافو. الترمومتر الطبي. وتعالوا نفتكروا برضو مع بعض ان انا عندي نوعين من الترمومترات. الترمومتر مقوي. بقيس بيه درجة حرارة استوائل. مترمومتر الطبي. اللي بقيس بيه درجة حرارة جسم الانسان. رقم تلاتة. في عملية التنفس بيستهلك غاز نقط. يعني الانسان او الحيوان او النبات. بياخد غاز ايه? برافو. بياخد غاز الاكسوجين وبيطلع غاز ساني اكسيد الكربون في عملية الزفير. رقم اربعة. بيتحكم نقط في الافعال المنعكسة. مين هو العضو المسؤول عن الافعال المنعكسة. برافو عليكم هو اه الحبل الشوكي. والفعل المنعكس هو الاستجابة التلقائية السريعة من الجسم نحو المؤسرات المختلفة. السؤال اللي بعده بيقول اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد. اداة قياس الوزن هي الميزان. الميزان ايه الرقمي ولا الزنبركي ولا زو الكفتين. الميزان الزنبركي. برافو عليكم. رقم اتنين. اسرع المعادن توصيلا للحرارة هو مين? انا النحاس ولا الالمونيوم ولا الحديد. برافو هو النحاس. انا عندي كل المعادن او جميع المعادن جالس التوصيل للحرارة لكن بدرجات متفوتة او درجات مختلفة. رقم تلاتة. السائل المستخدم في صناعة الترمومترات هو مين? يعني السائل اللي موجود جوه الترمومتر. المية ولا الكحول ولا الزيبك? برافو تمام عليكم هو الزيبك. رقم اربعة بيكون النيتروجين اهم جزء فين في البروتينات ولا الدهون ولا الماء. تمام في البروتينات. السؤال اللي بعده بيقول اذكر اهمية كل مما يأتي. واحد المخيخ. انا عارفين المخيخ هو المسؤول عن توازن جسم الانسان. رقم اتنين عندي المفاصل. عايز اهمية المفاصل. المفاصل هي عبارة عن ايه? المفاصل هي عبارة عن مكان التقاء العظم مع بعضه. والمفاصل بتساعد على حركة جسم الانسان. السؤال اللي بعده بيقول ده علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة. واحد. الكتلة مقدار سابت لا يتأثر بتغير المكان. العبارة دي صحيحة. لان الكتلة ما بتتغيرش آآ من على الارض او الامر. رقم اتنين تدريج الترمومتر الطبي. يبدأ من الصفر حتى ميت درجة سليزية. العبارة دي غلط. لان الترمومتر الطبي بيبدأ من خمسة وتلاتين درجة الى اتنين واربعين درجة سليزية. التدريج من الصفر حتى ميت درجة سليزية ده. ده تدريج الترمومتر المئوي اللي بقيس بدرجة حرارة السوائل. رقم تلاتة. جميع المواد جيدة التوصيل للحرارة. العبارة دي غلط. بدليل ان في مواد رزيئة التوصيل للحرارة زي الخشب وزي المطاط. رقم اربعة بيستخدم غاز سانيوكسيد الكربون في اتفاق الحرائق. العبارة دي صحيحة. لان غاز سانيوكسيد الكربون غاز لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. السؤال اللي بعده بيقول علل لكل من ما يأتي. 1. اصابة النخاع المستطيل تؤدي الى الوفاة. النخاع المستطيل ده وظيفته هو اه التحكم في الحرقات اللا ارادية في جسم الانسان. زي حركة القلب او التنفس اللي هي الرئتين. فبالتالي اي اه اصابة فيه هتؤدي الى توقف القلب او توقف التنفس وقتي. فبتعرض حياة الانسان للخطر. رقم اتنين بيستخدم غاز النيتروجين حديثا في ملء الاطارات للطائرات والسيارات. لان غاز النيتروجين بيتميز بسبات حجمه. اه عند تغير درجات الحرارة. يعني اه العربية وهي ماشية حتى لو العجل بتاعها سخن. اه غاز النيتروجين ما بيتأثرش في حجمه ما بيقلش او يتمدد. فبالتالي بيفضل سائل. اه السؤال اللي بعده بيقول اكتب المصطلح العلمي الدال على كل مما يأتي. السؤال واحد بيقول قوة جذب الارض للجسم. ده تعريف اه اه الوزن. رقم اتنين المواد التي لا تسمح بسرايان الحرارة خلالها هي المواد رديقة التوصيل للحرارة. اه في عندي كمان المواد جيدة التوصيل للحرارة هي المواد التي تسمح بسرايان الحرارة خلالها. رقم تلاتة. غاز يتكون من سلاس زرات اكسوجين ويحمي الارض من الاشعاعات الضرة. ودوت دي بنسميها طبقة الاوزون. هي اللي بتحمينا من الاشعة الفوق البنفسجية وتحت الحمراء. اه وبكده ان نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اه مش هفكركم تاني ان احنا نتابع المسابقات الالكترونية فيها مفاجآت كتير. اشوفكم على خير في الفيديو التالي. اشتركوا في القناة